السلام عليكم أخوات كبيرين اللبس عليكم بخير وعلا خير اليوم نحن نتواجدين بواحد الدار عندهم واحد المناسبة وليم نقيت واحد سيدة هنا يتطيب الطعام بكمية كبيرة وقلت علاش ما نجيش ونتقلت معكم هاد الكمية هذه وانشاء الله يقلوها الصحة والعاتمية نحن نرى أنه موجز ولكن فيها الطريقة التي يجعلها أي مرة ولكن ستكون كمية كبيرة وصافية نحن نقلوها الطعام بكمية كبيرة والشبوحة والشبوحة التي تعمل فيهم والشبوحة التي تعمل فيهم عاديا مثلا المطيفة، الزجاجة، الزبي فهنا نقلوها لأنهم موجودين ويجعلون كل مكة جزة الطعام بها ونحن نقلوها بشكل جزة ونحن نقلوها بشكل جزة ونحن نقلوها بشكل جزة سلام عليكم نحن نقلوها بشكل جزة نحن نقلوها بشكل جزة نقلوها بشكل جزة نقلوها بشكل جزة نقلوها أختي خديزة هذا هو الجزي تطيبه نقيته وغسلته هذه تشرمه العادية كما تشرمه أي سيدة تشرم الجزي نحن نتبعه معك وقته نرى هذا من البداية حتى التكديم كما تقوم بفرره هذا ليس قليلا لأنه يكون معه الطعام وإن شاء الله وصلوا لجميع الخطوات تكونوا ناجحة هذه هي تقوير الثانية ونحن نتبعه أجل الثانية سوف تنقوم بفرر بفرره ونضربه ونضربه وهذا المهم وهو الطريقة التي تقدمها ويأتي بها الكمية كبيرة فهنا يمكنك المزيدة لتصرف الكمية كبيرة ويأتي بشكل كبيرة ملعباً هذا يبقى نطعم نوزده يشرب الى الماء انتظره الى الماء انتظره الى الماء سوف تحتاج كمية هذه الماء سوف تحضر الى الماء يجب أن تكمل التفوير هذا هو الحمص لحبيه استائم الجهاز يجب ان اغفت الملح يجب ان اغفت الماك و يبعن العطور يجب ان اغفت الملح اغفت الملح يجب أن نأكله كم جيدا نأكله بشكل جيد لا يجب أن نأكله يجب أن نأكله يجب أن يكون يجب أن نأكله بعد أن تترمي النوخ يجب أن نأكله ونرميه إذا سترمي يبدو أنه يقدم يجب أن نأكله يجب أن نأكله يجب أن نضيفه سترمي هذا هو يجب أن نضيفه من الماء أنه يكمل ينبه يجب أن نضيفه تبا للا خديجة راكي سرم لي تجاج شوية الخرقوم شوية الفلفلاش شوية الماء الماء و الزعفران الكفرات الغرباء ثم الزعفران الملح وقال التحن الرباع يضيف التومة وقال الزبدة يضيف الزبدة يجب المدينة يضيف الزبدة يا ربا سوف تضيفهم و تضيفهم الرباع لا ، سوف تضيفهم الرباع و تضيفهم تحاولوا دخلهم في كتر مولا و تتبيع لهم الرباع و الأشياء يجب أن تكون تحطي نعم 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 إن شاء الله نعم هل هذا شيء سخون؟ نعم 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 المعططة يمنسون رؤون هذا يصبح ع المعططة يحتضل س고سه المعطة ينخرج ينتظر يمكنك أن تكون عندك ضعفة أو لمعبسة ثالثة هكذا ترى أنت وعينك ميزان أصبارك الله لك أصبارك الله للفوائف ثم كانت عثورة فوائف كثيرة كثيرة وكان نصح بكم كجميع الأمهات تحاول ما أمكن وقد تعطل الأطفال لها واحدة كمية تعذيب ولو سأشرد الحبات كل يوم تعذيب لها كيساعد على دمو والدكاء ويعني الوصفة وخط تعصره وخط تحاول ما أمكن يعني تستبدئ من هذا الدبيل جميع الأطفال يمكنك أن تضعوا هذه الطماطن كنت تستطيع أن تكون طماطن وتقوم بالطماطن ويعني أن تبعوا بضغط كيسين طماطن وأنا نضع بضغط بفغط يشد وقت قليل ولكن مهم أن نشعر بها أنه طاب نشعر بها نشعر بها نشعر من الوصف نشعر بها نشعر بها هذه المرميطة كبيرة تطفيها كامل يكون تلسع ويقع على خطره نشاء الله عليك تزيد زعفران تزيد البصلة وتزيد المطيسة تشاهد الزبيب رابدة تفور المترجم تضيف مرميطة تطيب جزء تطيب مرميطات لان لديها جزء تطيب على جزء تطيب جزء تصيبها كل شيء نضيفها كما تفعته هذا وهذا هذا تربة زجاج و هذا يتفور فيه طعام وزيز هذا يجري تفور في الحمام تفور و تزيد يجري تفور في الحمام يجري تفور في الحمام و تزيد كمية الحمام يجري تفور في الحمام هذه الهوة بحق 10 كيلو و تفور في الحمام بعد ذلك نضيف الزباب هذا هو الخيزة لأن الطعام يجبونه الزباب والحمص وخيزة هذا هو الملك يجبونه في الطعام الخضرة مهمة ومفيدة ولكن الزباب والحمص يجبونه خيزة خيزة بأسفل نرقبوا على غشف تجبونه نطرقوا على خيزة نشاء الله ندخلوا الهاتف ماذا أفضل هذه البداية الأولى رشيطه بالماء يجب أن يتعدك الملش هذا كملته هذا كملته وهذا بديتيتي هذا يجب أن نشرب الكلام نعمر الله غطفت خديزة بالبيض شكرا شكرا هذا يجب أن تشمع الريحة من بعيد هذا يجب أن يطبع خاطره هذا يجب أن يطبع طعام واجد والدجاج يطبع يجب أن يطبع خاطره البلاد من الأبد خطفا حضورنا وضيفنا وضيفنا وصافة إن شاء الله سيكون تقديم وصافة للا خديجة نحن في تقديم الأخير من الكسكسو ديالها كما كانت تشاهدوها ومطباسة كاملة لها عمرتهم ومشأ الله سيكون تقديم وصافة إن شاء الله ومشأ الله سيكون تقديم تبارك الله هذه هي الخزانة ديالنا تبارك الله ما شاء الله كبيرة بزاف هنا يكون إن شاء الله ضيوف وشكرا